للحفاظ على ديممة الموارد المائية والاهتمام بصيانة الأفلاق بعد أن تعرضت لتأثيرات الحالات الجوية خلال الفترة الماضية تواصل وزارة الثروة الزراعية والسماكية وموارد المياه صيانة وتأهيل نحو مئة فلج من مختلف القرى والبلدات بولايات محافظة الظاهرة هذا العام بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 850 ألف ريال عماني ما تشمله المحافظة من تعدد في الأفلاق سواء العينية والغيلية وأيضا العيني في هذا سواء حوالي تعداد الأفلاق ما يربو 560 فلج ومنها 331 فلج حي وقامت في هذه السنة الوزارة سخرت كل الإمكانيات من جميع مراحلها بصيانة والآن عقار العمل في مئة فلج وتضمنت أعمال الصيانة إزالة الترسبات والعوالق من الأفلاق وفتح وشق قنوات مائية جديدة وعمل حماية لها وإيجاد مسارات بديلة لتفادي جريان الأودية التي تعمل على استدامتها وجريانها الصيانة هذه تتم أولا في البداية بعملية معاينة الفلج من قبل وكيل الفلج والأهالي لأنهم أعلم بأماكن الأضرار وبحضور مهندس الوزارة يتم تعيين هذه الأضرار إذا كانت الأضرار أكثر الأضرار أغلبها تكون في القنوات سواء كانت القناة مكشوفة أو إذا كانت القناة هذه مكشوفة وتحتاج إلى تغطية أو كانت هذه القناة في بجرة معينة في الوادي وتتضارها بشكل كبير فيتم عملية تنسيق على أساس أنها يغير حتى مكانها الأصلي إلى مكان مرتفع ومن المؤمل أن تعمل هذه الصيانة على تدفق المياه وعملية الرأي بشكل أفضل للأراضي الزراعية مما يحقق زيادة في الإنتاج وتهدف أعمال الصيانة والتأهيل إلى تعزيز كفاءة الأفلاق وضمان استمرارية توفير المياه والحفاظ على الموارد المائية القيمة محمد بن سعد العلوي محافظة الظاهرة